لكن كمان في قصة تانية قصة منهجية شو عم يدرس أصلا؟ يعني كمان نحن لما عم نقول له تعال ادخل إلى التعليم الشرعي هل نحن عم نمنحه شريعة قابلة للتطور ذهن قادر على الاجتهاد قادر على التغيير ولا نحن عم ندرسه ثقافة القطيع شو بيقولولك بترويب يعني تكون قمع قول هذي مشكلة أكبر من هذيك هذي مشكلة إجرائية إدارية بس المشكلة التانية وللساعة موجودة إلى الآن أنه يعني يلقن الولد قف على ما وقف عليه الأولون فإنهم عن علم وقفوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف إياك يعني لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان خيرا لسبقونا من قال هذا الكلام قبلك؟ يعني إلغاء العقل تماما هذا كل قتل للإبداع إلغاء عند الطلاق قتل للإبداع قتل لقدرة الإنسان على الاكتشاف والبحث لما بتقول له أنه لو كان هذا اللي عم تفكر فيه صحيح كان اكتشفوا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة أنت شو بتطلع أمامهم؟ أنا بدي أعلم الولد أنه أنت أكبر من أبو حنيفة أكبر من الشافعي الشافعي عنده هذه الوسائل اللي عندنا الآن أبو حنيفة يستطيع عنده مكتبة مثل هذه المكتبة الموجودة في كومبيوتري لازم نحن نمنح الجيل الثقة مع الاحترام للسابقين أكيد لو كان أبو حنيفة اليوم بيكون عنده قدرة أكبر بكتير لكن بالمعايير اللي توفرت له أنا ما توفر لي أكثر منه من الكتب، من المراجع، من الوسائل، من المقارنات، من البنشمارك، من القدرات الحاسوبية أكثر منه بكتير هادس لا ينتهي أثره تبقى مسألة الاتباع والتمسك بآثار السلف كابوسا يؤرق كل موهوم بالغرب ومتلعثم في معنى الحضارة والتقدم ومن حصيلة هذا الخطاب يأتينا محمد حبش ليقول إن اتباع الأولين يجرنا إلى ثقافة القطيع وأننا في زماننا الحالي نمتلك شبابا أكبر من أبي حنيفة والشافعي وأغزر منهم علما بسبب اتساع المعارف وهو هنا يستبطن الفكرة التنويرية ذاتها التي ترى أن التقدم الزماني والتقني سيجعلنا أكثر فهما من السابقين لكن الحقيقة أن كلام حبش فيه من الافتراء ما لا يخفى على عاقل فما نهى العلماء عن مخالفته وأمروا باتباعه إنما هو قطعيات الشريعة والعقيدة التي لا تتغير ولا تتبدل باختلاف الزمان والمكان ولم يقصد بذلك أبدا الأمور المتجتدة في واقع الناس التي تحتاج اجتهادا فقهيا يواكب المتغيرات بل إن أفعالهم نفسها تدل على ذلك فقد كانوا سباقين للاجتهاد بالفعل وأسسوا لنا المذاهب الفقهية التي ما يزال العلماء يجتهدون على أساسها في فهم واقعنا المتغير فكيف يقال إنهم جمدوا ولم يبدعوا وإن طرحهم يلغي العقل فالعلماء لم يحرموا الإبداع ولم يجرموا لكن الإبداع والاجتهاد يكون في مساحة العقل البشري لا مساحة الوحي وثوابته أي في الوقائع التي لا نص مباشرة فيها وفي هذا ظهر الإبداع بالفعل عبر التاريخ الفقهي الطويل للمسلمين أم إن حبشا ومن معه لا يرون في ذلك إبداعا كافية طالما لم يتعرض لثوابت الدين فلو نظرنا إلى كلامه لو وجدناه يقول إن المحافظين على التراث يدرسون لطلابهم قائلين لو كان هذا الذي تفكر فيه صحيحا لاكتشفه الشافعي والحقيقة أنه لا يقول بذلك أحد على الإطلاق وإنما يقال لمن ابتدع في العقيدة أنه لو كان هذا الأمر الاعتقادي صحيحا لنقله لنا سلفنا لا لشيء إلا لأن العقيدة والثوابت أمور مكتملة ومنتهي أمرها منذ آخر آية نزلت في القرآن وآخر حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام والأعجب من ذلك أن حبش يعارض نفسه بنفسه في الجملة ذاتها إذ يعلم الشباب سوء الأدب والغرور حين يقول أنا بدي أعلم الولاد أنه أنت أكبر من أبو حنيفة وأكبر من الشافعي ثم يدبعها بقوله لا بد أن ننح الجيل الثقة مع الاحترام للسابقين فأي احترام هذا وأنت تعلم مراهقا حدثا بلا علم أنه أكبر من عباقرة الأمة وقناديرها المنيرة إنه غرور لا ثقة وشتان الفارق بين الأمرين لكن لا عجب إن علمنا أن الرجل نفسه قال في سياق آخر إن الأحاديث الرائعة لا تحتاج إلى إسناد